كيف نتعامل مع المتجهات من خلال رسم بياني؟ هذا اللي هنتعلمه في الفيديو البسيط بيقول لي H² in the grid represents 6m يعني مربع في دول يساوي 6 ممكن يقول لك 4 يقول لك 8 وتفر بقى الرقم اللي قاله 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر هتشوف ازاي هنستخدم المربع ده اللي هو طوله زي عرضه سكوير يعني طول قد العرض للقيمة دي فمثلا R1 حيطلب مني امثله اذا بكتو find R1 ده R final ازاي امثل ال R1 من الرسم؟ دلوقتي احنا في محور مين؟ X مع Y ازاي برا الصفح ال X لو رايح يمين يعني متجه ده كده رايح يسار لو متجه راح يمين يبقى positive رايح يسار يبقى negative بالنسبة لل X لو رايح لفوق طبعا اتكلم على السهب يبقى positive نازل لتحت يبقى negative بولي فايند ر اي هبص ال R اي لا رايح يمين ولا يسار يبقى ال X بتاعه بصفر طب بالنسبة لاتجاه ال Y مربع مربع اثنين تلاتة اربعة بدأت ايس من عند التيل وأنا رايح للارو طالع مربع اثنين تلاتة اربعة لو السهم ده تحت هنا كده كنت قلت نازل واحد اثنين تلاتة اربعة كان بالسالب طيب طلعوا اربع مربعات ده في اتجاه ال Y بس كل مربع فيهم ستة متر بمعنى كده ايه؟ تجاه ال X بصف تجاه ال Y بوزيتب لاني طالع اللي فوق نستحمل هوق باربعة بستة واتفقنا ان نزي برا الصفحة بصفر يطلع اربعة ستة باربعة عشرين ومتر لو قال لي هنا صنط احكت هنا صنط لو قال لي نيوتين يبقى نيوتين وتبر ال يونت اللي هنا اكتباه نفس الكلام عايزين نعمله ال R فينال ال R فينال في اتجاه ال X رايح يمين؟ لا ترايح يسار مربع اتنين تلاتة تلات مربعات وكل مربع بيمثل لنا ستة متر يبقى مينس 3 في 6 وبعدين طالع ولا نازل طالع لفوق بدأ من هنا وانتهى فوق طالع كان مربع واحد اتنين يبقى 2 في 6 يبقى مينس 3 ده تايم 6 و2 تايم 6 وصفر ده تزيد يبقى مينس 18 و12 وصفر لو طلب من الماجنيتود ال RI او ال RF احط تحت الجذر التربيعي هنا طالب فايند ال RF ماجنيتود لجذر التربيعي لمجموع مربعات مركباته المركبة الاولى الكمبوننت الاولى اربعها والثانية اربعها والثالثة اربعها طبعا الماينس ما يفرقش معي حطتها ولا ما حطتهاش طالما فيه تربيع ما فيهش مشكلة انه مينس ومينس ب بلاس اربع على 18 تربيع والثاناشر تربيع الصفر بقولوش لازمة انا كدب عشان لو كان فيه حاجه هنا تحطها هيطلع الناتج 21.6 نلاحظ كما ذكرنا يعني في فيديوهات سابقة انه لازم الماجنيتود يطلع اكبر من اكبر واحدة فيه يعني هنا 18 طبعا يجب يطلع بوزة المبداية انسى الاشارة ان هي تربيع هنا فيه 18 و 12 الكبيرة فيهم 18 لازم ده يطلع اكبر من ال 18 اكبر من اكبر واحدة وميزيتش عن ضعفة يعني عشان انت بس تبقى عارف انت شغال صحي يبقى لازم اكبر من اكبر واحدة واصغر من ضعفة بس علامة ان انت شغال صحي طيب لو عايز بتاع الري او الريف الريف اتفقنا ان الريف عبارة عن فيكتور اتجاه نفس اتجاه الفيكتور الاساسي يعني ده اسمه ليه نفس اتجاه الريف طب هو الريف اتجاهه كام قيمته كام قيمت واحد وعشرين بوين ستة تلات لا احنا عايزين تكون قيمته واحد ونفس اتجاهه طب اجيبه ازاي قلونه اهو الريف عبارة عن ايه الريف اذا يونت فيكتور بيساوي الفيكتور الاساسي اللي هو ده على الماجنتيود اللي هو ده يعني هقسم كل واحدة من دول على الماجنتيود هقسم المينس 18 بالاشعارة على 21.63 هقسم ال 12 على 21.63 طلع كده لو انت عايز تأكد لك صح رب بعده ورب بعده اجمعهم هيطلع واحد حتى مغير تحت الجزر ان الجزر الواحد بواحد لو انت عايز تأكد صح كمان لازم ده يكون اقل من واحد وده اقل من واحد او يساوي واحد بس البقى صفار يبقى في اليونت فيكتور لو واحد فيهم واحد البقى صفار ولو في واحد فيهم قيمة اقل من الواحد يبقى التاني والتالت لازم يكونوا اقل من الواحد لان مجموع مربعاتهم بتساوي واحد اخر حاجة لو طلب المسافة دلتا ار اللي هي بين ال الفرق يعني عايزين المسافة نقول اعمل ايام طبعا لما يكيب المجنيتود لما يطلب المجنيتود او ال ار اف نقص ار اي او العكس مايفرقش لو طلب الدلتا ار بس وكما مديك واحد واتنين يبقى اتنين نقص واحد اي و اف نقص لكن الدلتا ار مايفرقش معها احسب اي حاجة مايفرقش معها لان كده كده هنحطها تحت الجدر التربيع ويطلع عموجا فال ار اف نقص ار اي هعمل ايه اطرح ده نقص ده اتناشر نقص ربعة وعشرين. ماينس اتناشر. وصفر. الماجنيتيج عبارة عنه تحت الجدر التربيعي. ماينس تمنتاشر تربيع وماينس اتناشر تربيع وصفر. يطلع الجواب واحد وعشرين بوين ستة تلاتة متر. طبعا ما فيش غرابة ان ده طلع زي ده. ليه اللي ده? ماينس تمنتاشر واتناشر ده ماينس تمنتاشر وماينس اتناشر. والاجارات ما بتفرقش معنا.